السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بازن الله هنشرح مشروع جديد. المشروع موجودة على شبكة آآ باينانس سمارت تشين. آآ فيه طبعا نفتي خاص بالمشروع. هيكون فيه ماركت بلاس آآ خاص بالمشروع بحيس ان انت تكون قادر على الاسواب تكون قادر على المقايضة آآ بين الرمز وبين او طبعا المشروع في البداية كده ليجت فلو حابب تستثمر ياريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة الاسوا لكل جديد. هنشوف بعض التفاصيل او بعض الخاصة بالمشروع. ده بالنسبة انا فتاحها بالتال. ده بتاع المشروع. عشان تبقى شعيف كل التحديسات. او تبقى شعيف كل حاجة خاصة بالمشروع. آآ تم انطلاق المشروع بالفعل ده يعتبر بتاع المشروع. آآ تم انطلاق مرحلة اللي كانت حوالي خمسة خمسين في المائة. آآ تم الانتقاه من الماركتنج آآ تم الترويج آآ للمشروع او تم ادراق المشروع في سواب. آآ زي ما انتم شايفين تم استقنام الماركتنج بطريقة صحيحة بحيث ان تكون فيه آآ حاجات خاصة بالتسويق آآ ضخمة تم انطلاق الخاص بهم. هيكون فيه وهيكون فيه الخاص بهم بحيث ان انت تكون قادر على المبادلة. آآ طبعا زي ما انتم شايفين كل حاجة موجودة في الوايت بيبر بحيث ان انت تبع عارف كل السمار. هي تبع عارف الاسكالبينج. تم تدقيق من الكونتراكت ادرس. الزي ما انتم شايفين كل حاجة موجودة على الوايت بيبر. هنشوف مع بعضينا بقى الوبسايدة. هنشوف الكونتراكت او السعر بالنسبة للكرانسنج سابلاي. او التوتل سابلاي. طبعا لو بسط كده هتلاقي عند ده بتاحهم. هنشوف عندي السابلاي تراح من بين عشرة مليون. عندي عدد الهولدر سبعمائة ستة وستين. زي ما انتم شايفين الف سبعمائة اربعة وسبعين. عدد لسه اه مش كبير لان المشروع اعتبر لسه في البداية او المشروع لسه ايرلي. اه لو بسط هنا هتلاقي كل المحافظ طالع طبعا من سواب على المؤسرين او على المستثمرين. اسف بالفعل. اه زي ما انت شايف برضو كل حاجة موجودة بالفعل ده بالنسبة او التليجرام تم شرحه. عندي هنا لو بسط اي بيقول لك ان هيكون فيه الجيمينج او لان افتي الخاص بيهم. اه طبعا يكون قريبا جدا بازن الله الماركت بلاس الخاص بالمشروع. اه بالنسبة لسابلاوي حوالي سبعة اه مليون وسبعمائة الف. عندي ده الهولدرود بالنسبة للكمية اللي تم شروعها في او تم شروعها في البرن. اه طبعا هنا ده بالنسبة للجيمينج لو فتحنا مع بعضينا. هنشوف مع بعضينا اللعبة بالنسبة الناس اللي هي سائلت على اللعبة طبعا انت قادر انت تلعب حاليا اه من عن طريق التليفون بتاعك من عن طريق الكمبيوتر بتاعك مجرد ما انت تدوس بالاي اه بيحاولك على اللعبة طبعا لو كملت التحت كده وعندك حبيت تجيب بنسبة للفول عندك كل حاجة موجودة بالفعل. اه موجودة كل حاجة خاصة بالمشروع. اه طبعا مشروع فلو حابب تستصمر هتكون دي حريتك الشخصية. اه زي ما انت شايف كل حاجة واضحة بالفعل على المشروع. برضو هنكمل مع بعضينا. اه بالنسبة للحاجات اللي هي بالنسبة للتوكن. طبعا سبعة في المية بيروح اتنين في المية. اه مكافئات بيروح اتنين في المية او ورعا عملة بيو اس دي تي. اه بتستخدم واحد في المية في اتنين في المية في الماركتينج. اه بيستخدمها في اليوتيوب برز في التويتر زي في الناس اللي هي لها تأثير على السعر. زي ما انت شايف ده بيتم حرق اه كل كمية ولكن ده بيعتمد او دي بند على الباقي على السل. اه برضو زي ما انتم شايفين مرحلة اللي كانت خمسة وخمسين في المية تم الانتهاء منها بالفعل. الخمسة في المية دي بيستخدمها الفريق في التسويق او في المشاطات اللي قلت يتم اضافة تسعة وتلاتين في المية. اه والواحد في المية الاخر. اه تم اضافاته في تطوير اللعبة. ده بالنسبة طبعا كان في البداية مرحلة البريس هل. او بالنسبة للتريدينج لانش. طبعا الماركتينج والحاجات اللي هي الاستيات كوين ماركت تم تقديم طلب بالفعل. اه لو بصيت عندي هنا طبعا تم اصدار طبعا هيكون في بعض المؤسرين او الخاص بيهم. التالي بتاع الكونتراكت او الحاجات الخاصة باستيات المشروع طبعا بيفكروا ان هما يدرجوا المشروع على اه بعض. لو بصيت عندي هنا هتلاقي ان بيخططوا البعض التبادلات الكبرى بيخططوا بتاع الكونتراكت اه ادرس طبعا دي كل الخاصة بهم ده فيديو ترحيب اخر اه بالنسبة للمشروع طبعا لو حابب ان انت تشوف السعر اه ده بالنسبة للتويتر الخاص بيهم كان فيه تقديم طلب للكوين جيكو للكوين ماركت كاب اه اخر التحديثات كلها موجودة بالفعل على التويتر واخر كل حاجة اه بالنسبة للمشروع ده بالنسبة للسعر زي ما انتم شايفين عندي الماركت بتاع المشروع حوالي اربعة وخمسين كيلو اه ده بالنسبة للبن بيه اللي هي في السعر برضو اه موجود بالفعل هنا او الفوليوم اليومي بالنسبة اللي قول اه كل حاجة تم سكها بالفعل فلو حاببت الشرعة تكون ديها حريدك الشخصية ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة درس لكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة